بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريس مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الثاني من الدرس الخامس في الوحدة الثانية وهو بعنوان المعادلة المميزة لمصفوفة Characteristic Equation of a Matrix إذا كان عندنا المصفوفة A مربعة ذات أبعاد N في N فإن لمضة تسمى قيمة ذاتية Eigen Value للمصفوفة A If and only if لو حققت هذه المعادلة Determinant of lambda I ناقص A يساوي 0 هذه المعادلة تسمى المعادلة المميزة للمصفوفة A وهي تكون معادلة على شكل كثيرة حدود لمضة N زائد C1 لمضة S N ناقص 1 إلى الثابت C N يساوي 0 بحل هذه المعادلة يمكننا إيجاد القيم الذاتية لمضة 1 لمضة 2 إلى لمضة N للمصفوفة A ومن ثم يمكننا إيجاد المتجهات الذاتية المقابلة لهذه القيم Corresponding Eigen Vectors كما في المثال التالي المصفوفة A عناصرها 1 4 2 3 لإيجاد القيم الذاتية للمصفة A نكتب في البداية المعادلة المميزة لها لمضة A ناقص A ونسويها بالصفر لمضة A هي عبارة عن مصفوفة تشبه مصفوفة الوحدة وعناصر قطرها الرئيسي هي لمضة وباقي لعناصر أصفار ناقص المصفوفة A يعطينا المحدد التالي بفك هذا المحدد يساوي لمضة ناقص 1 القطر الرئيسي لمضة ناقص 3 ناقص القطر غير الرئيسي سالب 2 في سالب 4 يساوي موجب 8 بالفك والتبسيط نحصل على المعادلة لمضة تربيع ناقص 4 لمضة ناقص 5 يساوي 0 بالتحليل أددين حاصل ضربهما 5 والفرق بينهما سالب 4 5 في 1 الكبير يأخذ إشارة المنتصف سالب 5 والصغير يأخذ عكس الإشارة موجب 1 أي أن القيم الذاتية لهذه المصفوفة هي سالب 1 و 5 لو أردنا مثلا أحبتي أن نحصل على المتجه الذاتي المقابل للقيمة الذاتية لمضة تساوي 5 نعوض في المعادلة لمضة I ناقص A X تساوي 0 حيث X هو المتجه الذاتي وطبعا هذه المعادلة تعبر عن نظام خط متجانس يساوي 0 بحل هذا النظام بأي طريقة أخذناها يمكن إيجاد قيمة هذا المتجه فلو فرضنا أن هذا X يساوي U و V فإن 5I ناقص A وهي تعبر عن لمضة I ناقص A يمكن حسابها كما يظهر أمامكم 5-0-0-5 ناقص 1-4-2-3 فهي في النهاية المصوفة 4 سالب 4 سالب 2-2 وهي مصوفة معاملات هذا النظام الخطي باستخدام عمليات الإختزال فمثلا نقسم الصف الأول على 4 والصف الثاني على سالب 2 نحصل على النظام التالي 1-1-1-1 لو طرحنا المعادلاتين من بعضهما البعض سالب R1 زائد R2 كان الناتج 1-1-0-0 نلاحظ أنهما نفس المعادلة بمعنى أن هذا النظام اختزل إلى معادلة واحدة فقط وهنا عدد المجهيل 2 وعدد المعادلات 1 فله عدد لا نهائي من الحلول فنأخذ الـ Free Variable هذا يعبر عن V نأخذ V تساوي T ونعوض في هذه المعادلة U ناقص T تساوي 0 أي أن U تساوي أيضا T ويكون متجه الذاتي الأول يساوي T T أو T عام المشترك 1-1 3-4-2-3-4-4-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5